اشتركوا في القناة وهو عدد لعبين وراح اشرح في هذا الفيديو عملية الستهب واللعب للعبين عملية الستهب بسيطة وراح نبدأ بتركيب القاعدة مثل ما انا شايفين بهذا الطريقة بعدين يقوم اللاعب الاول باختيار اللون اللي يبي عندنا اربعة ووركرز اللي هما عمال زي راح يختار ويحطهم في اي مكان من الاماكن اللي موجودة عندها الفاضية على البورد بعدها راح يقوم اللاعب الثاني نفس الشي يختار لعماكن فاضية وينزل اللاعبين او الوركرز مالو تاهمة على البورد بهذا الشكل وبهذا يكون اتمامنا عملية سيتهب وجاهزين للعب والحين راح نبدأ بشرح عملية اللعب بكل بساطة بدور كل اللاعب اللي سهي احرك واحد من الزروري عمال مالوتا يحركوا حركة وبعدين يقوم بعملية البنيان البنيان عندي راح يكون فيه ابراج الابراج على ثلاث مستويات هذا المستوى الاول هذا المستوى الثاني مستوى الثالث بعدين عندنا القبة اللي هي الدوم تصكر البرج فرح يكون عندنا البرج بهذا الشكل في كل دوره كل لاعب سيقوم بعملية تحريك الوركر ماله بعدين أنه يبني واحد من المستويات المستويات الأبراز الموجودة عندنا في اللعبة ونبدأ مع شرح الحركة إذا قلنا أن اللعب الأزرق هو اللعب الأول اللعب الأزرق هذا يقدر في دوره يتحرك إلى واحدة من المربعات الثمانية المجاورة له فعنده في دوره يقدر يتحرك إلى واحدة من المربعات اللي حوله يقدر يتحرك مثلا إلى هذا المربع أو يقدر أثناء الحركة نرجع نقول أنه تم بناء أكثر من تاور برج في مناطق مجاورة له فأثناء الحركة ممكن يتحرك على واحدة من المربعات الفاضية هذه أو يقدر يسعد على مبنى مجاور له بشرط أن المبنى ما يكون مرتفع أكثر من درجة واحدة مثلا هو حاليا على الأرضي وهذا المبنى أو البرج اللي هو على المستوى الأول هذا البرج على المستوى الثاني راح يقدر يسعد في أثناء حركته لهذا البرج ولكن ما راح يقدر يسعد على هذا الاختلاف اللي هو فرق الارتفاع عن درجتين فحاليا الحركة المسموحة له أنه يتحرك على واحدة من المربعات اللي على نفس المستوى الأرضي أو إلى المبنى المجاور اللي هو المستوى الأول له هذا بالنسبة للصعود بالنسبة للنزول نقول لنا مثلا وهو موجود على هذا المبنى بالنسبة للنزول نفس الشي يقدر ينزل لأي مستوى ما عنده مشكلة بالنسبة للارتفاع يقدر يتحرك لأي مبنى مجاور له بشرط أنه يكون فاضي طبعا ما يقدر يتحرك على هذا اللي وجود الوركر هذا هنا بس ممكن ينزل على هذا المكان أو ممكن ينزل لهذا المكان ممكن ينزل ويتحرك لأي مكان من الأماكن الفاضية اللي موجودة حوله هذه بالنسبة للحركة الحين بالنسبة لطريقة البنيان بعد ما تحرك نقول لنا تحرك لهذا المكان الحين يقدر يبني طبعا حاليا ما عنده ولا مستوى مبني مجاور له فلازم عشان يبني يبني على واحدة من المربعات المجاولة له تحرك يقدر ياخذ المستوى الأول من البرج ويبني على أي واحدة من المربعات بهذا الشكل نقول الدور اللي بعده تحرك صار عند هذا اللعب اللعب هذا ممكن يتحرك في هذا المكان بعدين يبني المستوى الأول في أي من المربعات هذه يضعها بهذا الشكل أو يبني المستوى الثاني لهذا البرج طبعا المستوى الأول كان بني هذا اللاعب بس ما في مشكلة أن اللاعب الثاني يقوم بالاستكمال اللي هو عملية بناء البرج بالنسبة للبنيان ما على المساعدة مثلا لو أن اللاعب هذا قرر أن يتحرك مثلا في هذا المكان ويبني المستوى الثالث مع أنه هو على الأرض وهذا المستوى الثالث اللي هو هذا ما عنده مشكلة أنه يبنيها وآخر شي عندنا بعد المستوى الثالث في القبة ممكن يتحرك مثلا لاعب الثاني أو نفس اللاعب ويبني القبة ما في لمة على البنيان بالنسبة للارتفاعات تقدر تتحرك وتبني على أي مستوى موجود عندك مجاول طريقة الفوز باللعبة أنك تكون اللاعب الأول اللي توصل للمستوى الثالث تصعد للمستوى الثالث من أي برج موجود عندك على البورد شلون مثلا إذا في بداية دورك قدرت أنك تتحرك إلى برج من المستوى الثالث تنتهي اللعبة وتفوز على طول فيها أو إذا في بداية دورك جيت تتحرك وما صار في عندك مكان صار أن المكان هذا مرتفع ما قدرت تتحرك لأي مكان تنتهي اللعبة وتكون أنت الخسران أو إذا أنك تحركت وما صار عندك مكان تقدر تبني فيه في هذه الحال هم أن تنتهي اللعبة وتخسر ويفوز اللعب اللي ضدك والحين قمت بترتيب المنطقة من جديد على أساس أني ألعب كذا لعبة تجربية أراويكم شون طريقة اللعب اللعبة بكل بساطة مثل ما قلنا راح نتحرك إذا قلنا اللعب الأبيض هو الأول يتحرك ويبني مثلا بعدين الأزرق يختار لواحد من اللعبين يحركهم ويبني يرجع الدور للأبيض الأبيض ممكن يحرك اللعب هذا ويبني اللعب هذا يمكن يتحرك في هذا الاتجاه يرجع الدور للأبيض الأبيض يتحرك في هذا أو أوكي بعدين الأزرق يرجع يصعد هنا ويبني في هذا المكان الآن عندنا الأبيض هذا ممكن يتحرك في هذا المكان ويبني عندنا الأزرق هذا ممكن يتحرك ويبني في هذا المكان الآن اللي راح يصير هذا اللعب ممكن يتحرك يعني ما راح يقدر يصعد هنا فممكن يتحرك علشان يحط له لف المتور يسهل لعمليات الصعود هذا ممكن يصعد هنا ويبني هذا الآن هذا اللعب ما راح يقدر يوصل لهذا اللي هو المستوى الثالث ويخاف ان مثلا هذا اللعب انه يوصل لن دور الجاية ممكن هذا اللعب يتحرك ويفوز على طول فهذا اللعب ممكن يتحرك حركة ويبني قبة بهذا الشكل يسكر على هذا اللعب فاللعب هذا ما راح يقدر يصعد الحين لازم يتحرك في صوب ثاني الحين هذا اللعب ممكن اللي يسويه انه ينزل تحت بعدين يبني مثلا المستوى الثالث عندنا اللعب هذا ممكن يتحرك بهذا الشكل هذا اللعب ممكن يتحرك بهذا الشكل وراح نظل نكمل اللعبة لحد ما اول لاعب مثل ما قلنا يوصل الى المستوى الثالث او ان واحد من اللعبين ما يقدر يتحرك ولا يقدر يبني في دوره وبهذا يكون شرحت لكم اللعبة الاساسية لسانتريني الحين بعد ما تلعب اللعبة كذا مرة وتتمكن منها ممكن تضيف كروت القوة كروت القوة هذه عندنا مجموعة كبيرة منها في منها اللي يكون عليها علامة الزهرة هذه هذه تعتبر كروت المبدئية السهلة اللي ممكن تبدأ فيها فممكن تلعب بها الكروت اللي راح يصير راح تخفص اللي هي الكروت هذه وتوزع مثلا بشكل عشوائي لكل واحد لكل شخصية تعطيه واحدة من هذه الكروت ما تفعل هذه الكروت مثلا عندنا كرت ابولو هذا شو يقول لك ابولو يقول لك ابولو اذا انت مثلا هذا مثلا ابولو نقول اللي هو الازرق يقول ممكن في دورك لما تتحرك عادة لما تتحرك لازم تختار لك مكان فاضي هذا ابولو ممكن يتحرك على مكان فيه شخصية ضده ويبدل مكانه مع مكان الشخصية اللي يتحرك الى موقعها نفس ما احنا شايفين كان ابولو موجود هنا نزل الابيض وصعد مكانه كرت القوة الثانية عندنا اللي هو ارتمس هذا يقول لك ان شخصيتك ممكن تتحرك حركة ثانية اضافية بس اننا ما تترجع على نفس المكان اللي بدت منها مثلا اذا قلنا الابيض انها يلعب بارتمس ممكن يتحرك حركة بعدين قبل ما يبني يقدر يتحرك حركة ثانية بشرط انه لا يرجع على نفس المكان يتحرك الى اي من الخيارات الثانية غير المكان اللي بده منه الحركة بالاساس فمثلا اذا تحرك لهذا المكان الان يختار له واحدة من الاماكن ممكن يسعد على هذا المكان اذا يريد كرت القوة الثالث عندنا له كرت عثينة اثينا وهذا يقول لك ان في دورك لو انك صعد لأي مستوى مثلا نقول ان اللاعب اللازرق هو اثينا نقول مثلا ان في دوره صعد مجرد انك صعد سيشتغل الى اثيكت هذا على اللي ضدك ماذا سيحدث؟ يقول لما يصير دور اللاعب اللي ضدك ما رح يقدر يصعد لازم يا يمشي حركته على نفس المستوى او انه ينزل فمثلا لو كان مقرر ان يصعد فوق ما رح يقدر يصعد في هذه الدورة فيضطر انه يخلي الشخصية هذه ويحرك هذه الشخصية ويبني مكان ثاني او انه ينزل في هذه الشخصية كرت القوة الرابعة عندنا اللي هو اطلس يقول لك مثل ما احنا نراهن هنا ان الوركر المالك ينتجر يبني الدوم على اي مستوى عادة اكrates بني الدوم på Elder Они أجد أن على المستوى وليس لديه عادة على هذا المستوى ولكن هذا اللعب اطلس يستطيع допناء على مستوى ان شاء الله على الأرض iso على الأرض يصدر المكان مستكر لا يستطيع تلتحرك على وانا اعلاو النفس الشيء لا يستطيع ان يتحرك فاللعب هذا لا يتستطيع التحرك هذه قوة اطلس كرت القوة الخامس عندنا اللي هو دميتر يقول لك دورك تقدر تبني مرتين بس انه مو على نفس المكان فمثلا نقول دميتر اللي هو الابيض هذا تحرك يقدر يبني واحد في هذا المكان بما انه مجاور هذا المبنى الثاني ممكن يبني في هذا المكان فتعطيك اثنين build action كرت القوة السادس عندنا يقول لك اللاعب الووركر مالك يقدر يبني لبل ثاني على نفس المكان اللي بنا فيه فمثلا نقول لنا فسس هو الازرق هذا تحرك بعدين يقدر يبني المستوى الثاني والمستوى الثالث على طول في دورة واحدة كرت القوة السابع عندنا اللي هو هيرميز يقول لك اذا شخصيتك ما صعدت فوق او انزلت تحت ضلت على نفس المستوى ممكن يتحرك اي عدد من الموهمنت اللي بيها مثلا نقول لنا الابيض قاعد يلعب بهايرميز يقدر اذا ما صعد مثلا اذا ما صعد فوق او اذا ما كان فوق ونزل يقدر يتحرك على نفس المستوى اي عدد من الخطوات وبعدها يبني اللبل من التور اللي يبي هذا بالنسبة للهيرميز كرت القوة الثامن اللي هو مونيتور يقول لك ان العامل مالك ممكن يتحرك مكان عامل ضدك بحيث انك تدفع العامل اللي ضدك الى اي مستوى مثلا اذا قلنا الابيض يبي يتحرك ممكن ياخذ مكان العامل الازرق وينزل اللعب او حتى يصعده لو في مستوى على ممكن يصعد عليه كرت القوة التاسع عندنا اللي هو بان يقول لك زيادة على ان اللعبك لو انه صعد مثلا الدور الثالث رح يفوز اذا قدر ينزل من الدور الثاني او الثالث مثلا لو انه اللعب مالك كان موجع الدور الثاني اذا قدر ينزل مجرد ما ينزل يفوز سواء كان في الدور الثاني او في الدور الثالث على طول مجرد ما ياخذ الموذمنت مالته وينزل رح يفوز اللعب مالك هذه قوة بان كرت القوة الاخير عندنا اللي هو العاشر هذا بروميثيوس يقول لك اذا اللعب مالك مع صعد فوق ممكن يبني قبل وبعد ما يتحرك مثلا اللعب هذا ما صعد فوق وقررنا يتحرك قبل ما يتحرك ممكن يبني بعدين يتحرك ويبني مرة ثانية هذا بالنسبة لقدرة بروميثيوس ومع هذا يكون شرحنا اللعبة الاساسية مع كروت القوة المبسطة ويكون انتهينا من شرح اللعبة وتمنى لكم لعبة سعيدة